قلت إذا إيران تريد أن تتعامل كدولة عادية هذه الاتفاقية ستتعامل إيران كدولة عادية لتتغذي جيرانها وتريد تدمير إسائيل والموت لأمريكا هل أحد يصدق عن جد هذا السطوة الدينية المليئة بالشعور القتل هل تصدقون بأن حكم الرجال الدين يمكن أن تغير مسارها أن تكون قد تعلمت في حياتك هذا السلوك سيصبح سيئا شكرا 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 هو توقع بين الجهاد الإسلامي أن الاتفاقي مع إيران تثبت الزواج هذا الاتحاد غير مبارس نعتقد بأن هذا الاتفاقي هي الخطوة الأساسية لمنع إيران من حصوات أسحنوية ولكن هناك شيء واحد أهم شيء هو الدروس الأقل تعلم الوقاية تحميل من دتائج سيئة يعتقد بأن هذا الاتفاقي مع إيران أسوأ وهذا ما يجعلها سيئة هو نرى أن العالم يحتفل بها ويستعجل ويعقد اتفاقيات مع نظام ملتزم بتدميرنا الأسبوع الماضي اللواء صالحي قائد سلاح الجو الإيراني سيقول يقول أكتبس سوف ندمر إسرائيل نحن سعيدون أننا في مقدمة أنه طبق تعليمات القادة الأعلى في تدمير إسرائيل وبالنسبة للقادة الأعلى بعد ثلاث أيام من إعلام اتفاقية أصدر كتابه الأخير أربعمائة صفحة تفصل قطته لتدمير دولة إسرائيل الأسبوع الشهر الماضي أوضح خمني عن نواياه يقول يتكلم عن إسرائيل هو بيد لأكثر من ست ملايين يهودي تعهد أقتبس لن يكون هناك إسرائيل خلال خمس وعشرين عام أنها باقتباس سبعين سنة بعد قتل سبع ملايين يهودي قادة إيران يوعدونا بتدمير بلدي وقتل شعبي وقال الجواب هذه منظمة وكان جواب كل حكومة ممثلة هنا هو لا شيء على الأطلاق سمت تبير جدا سمت مزلزل ديني وقتل شعبي أنت لا